السلام عليكم ازايكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست ميسك جهزي قهوتك ويلا نبدأ حلقتنا هيكون معانا في حلقة النهاردة تاني شخصية من الفئة الدرامية هنتكلم عن اضطراب الشخصية النرجسية الشخص النرجسي بيكون مؤذي لابعد حد بالرغم من انه اضعف الشخصيات ويعتبر معندوش ثقة في نفسه من الصفات اللي هتكون موجودة فيهم هي الاحساس العالي باهمية الزيت حد شايف ان هو مهم جدا بالرغم ان محدش بيستفاد منه باي حاجة لانه شخص اناني وهنلاقي برضو احتياج مستمر انهم يسمعوا اعجاب ومتح على اقل حاجة بيعملوها حتى لو ما تستعقش بيكونوا عاوزين متح اكبر من مقدار انجازهم ودايما بيكونوا في حالة توقع ان اللي حواليهم هيمدحوهم وبيكونوا مستنيين ده عشان كده التجاهل او المتح المساوي لمجهودهم بسبب احباط وعصبية جديدة جدا وهنلاقي استحقائية عالية جدا بيكونوا عاوزين معاملة خاصة وحقوق مش ليهم لان من وجهة نظرهم هم اكتر حد يستحق كل حاجة طبعا احنا مش بناخد صفة ونحكم على الناس مش اي حد يطالب بحقه ويبقى نرجاسي ممكن حد يكون مظلوم فعلا ومن صفاتهم برضو المبالغة في وصفة اي انجاز او المواهب بيكون في فجوة كبيرة جدا بين كلامهم والواقع وهنلاقي انانية كبيرة جدا في التعامل مع الناس القريبين منه وبيجي على الاشخاص اللي في البيت واصحابه واي حد قريب منه لكن برا محيطه بيكون شخص مثالي جدا هو بيبقى عارف ان هو عنده عيوب وبيحاول يدريها عن طريق المثالية لزاي ده علشان لما حد من القريبين منه يشتكي مايلاقيش اي شخص يصدقه هو ما بيفرقش معاه عمتا غير الشكل الاجتماعي ومن صفاته برضو الغرور والتعالي وده اللي بيسبب خلل في انه يحافظ على العلاقات لان دايما شايف ان اللي حواليه اقل منه وانه كثير عليهم وماحدش يستحق المميزات اللي تعتبر مش موجودة ودايما ما عندوش اصدقاء كمان عمره ما هيمدح حد الا في حالتين البدايات او انه يكون نرجاسي خفي الخفي بيقول متح وفي نفس الجملة انتقاد شخصي فبيسبب تشتت للي حواليه مش عارفين هو حد طيب وعفوي ولا نرجاسي وقصد ازا وطبعا لو ما عنديكيش خبرة في التعامل مع الناس او دراية بعلم النفس انت مش هتعرفي تحددي وكمان هتبدأي تلومي نفسك وتصدق نقده وده اللي النرجاسي الخفي بيكون بيحاول يوصل ليه عشان كده انا بنصح انك تكوني اجتماعية لان الاجتماعي واخد خبرة حقيقية من الناس والتجارب الشخصية اللي اتعرض لها انما خبرة الانطوائي بتكون من الاراية او تجارب الناس على اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي وما بتكونش كلها وقعية وكمان مش كلنا هنقدر نتعامل بنفس الطريقة ومش كل الناس ردود افعالهم بتكون واحدة عشان كده التعامل مع الناس بيختلف من شخص للتاني وكمان على حسب الشخص ده ساوي ولا لأ فلازم يكون في خبرة مع مرونة لان مش اسلوب واحد هنعمل بي كل الناس نرجع لصفات النارجاسي اللي هنلاقي فيها عدم تقبل الرفض بصورة كبيرة جدا لان ده يحسسه بالضعف والتلسكة بالنفس ويبدأ يشوه صمعة اي حد خليه يتعرض للرفض او التقليل كمان هنلاقي سيطرة على تصرفات كل اللي حواليه لان شايف ان هم امتداد لشخصيته ونجاحه وبيحرص جدا ان هو لو عنده اطفال يختار لهم كل حاجة ويفرضها لان من وجهة نظره هو السبب في نجاحهم ولازم يكملوا الوجهة الاجتماعية اللي هو بنيها ومش بيلتفت ابدا لرغباتهم او حتى القدرة الزهنية وبرضو من صفاتهم عدم ازهار المشاعر هو شخص بيفتقر للمشاعر لانهم اشخاص عمليين بدرجة عالية عن الطبيعي ما بيكونش قدامهم عاطفة الطبيعي ان الشخص يكون عملي لكن فيه رحمة وتعاطف مع اللي حواليه ده غير الانانية بتخلي الشخص كل عاطفته لنفسه وكمان بيكونوا حساسين جدا تجاه النقط سواء السلبي او الايجابي وهم شخصيات مسيطرة فاي نصيحة بتعمل لهم تهديد اي حد ينصحهم ده بالنسبة لشخصيتهم تهديد لان بيشوفوها من بابل سيطرة وكمان هنلاقيهم بيعتمدوا لغة الجسد المتعجرفة او اللي تدل على السيطرة زي يتعمد الضغط على ايد اللي بيسلمه عليه او رجل على رجل حتى في وجود شخص ما كانته اكبر اجتماعيا او سنا ودايما بيحب يتعامل مع الاشخاص اللي بتغذي نرجاسيته زي الشخصية الحدية ويرجعي للحلقات القديمة والشخصيات الضعيفة والشخصيات الطيبة المتسامحة لان حد شخصيته قوية او واثق بنفسه مش هيتقبل النارجاسي ومش هيصدق كلامه بسهولة لان دايما بيقلل من اللي حواليه علشان يخلي سقطهم في نفسهم تكون قليلة بالنسبة للتعامل فنات في نظره اشياء يستغلهم علشان مصالحه وده لانه شخص انتهازي جدا ويستغل الاشخاص والمواقف علشان مصالحه هو ومايفكرش في مصلحة اي شخص تاني بيبقى حاسس انه هو الاهم بانه شخص يستحق اكتر من باقي الناس وكمان بيكون شخص عنده افتقار في احترام الزات عشان كده انرجاسيته مستمدة من الاشخاص الاضعف منه وكمان سقطه في نفسه بتكون مكتسبة ان لازم يكون فيه شخص قاعد بيمدحه لازم يكون فيه وظيفة او منصب بيستمد منها قوة غير كده بيكون شخص ضعيف جدا وهنلاقي سلوكهم مع الاشخاص غير مستقر يعني اهتمام كتير جدا في البداية بعدها تجاهل والمساوئ تبدأ تظهر ومع الوقت الاهتمام والتجاهل بيكونوا بشكل عكسي مع اللي حواليه يعني ما يهتمش بيهم الا لو تجاهلوا والعكس اهتمامه بيظهر لما يحس انه هو هيفكر شخص تحت سيطرته وبيغزي نرجاسيته باختصار هو شخص سيء وعارف ده وما يتقبلش حد يعمله بنفس الطريقة ابدا ولا هو حابب يغير من طريقته لانه مميزاته كلها لنفسه كل العواطف لنفسه هو شخص اناني فما بيحبش تغيير صفاته ابدا عمتا انتي مش مطلوب منك تغيري اي حد لكن لما تفهمي لغة قوم هتقمني شرهم عرفتي تتعاملي كميلي مش هتعرفي انسحبي لو كملت لحد هنا دايلي وقليل رقيق لاني برد على الكل وانتظري حلقات جديدة دمتم بخير ونتقابل في حلقة جديدة من حلقات بودكاست ميسك